انخفاض تجهيز كربلاء بالطاقة الكهربائية إلى 6 ساعات خلال اليوم الكامل مع تجاوز الحرارة الخمسية جميئوية أثار استياء الشارع الكربلاء ما دفعه إلى المطالبة بوضع حل سريع لمشكلة الكهرباء في المحافظة التي تضم ثلاث محطات لتوليد الطاقة مع هذا الارتفاع الحاد في درجة الحرارة لا بد أن تكون هناك معالجات لماذا عندما تخرج مظاهرات وتخرج تنديدات معينة وتهديدات معينة تستقر الكهرباء خلال برنامج ساعتين تجيها ربع ساعة وتروح ثلاثة ربع ساعة عد بالساعة الثانية ينطون إياها ويأخذ معدها ربع ساعة الحكومة المحلية أكدت أن مديرية توزيع الكهرباء المركزية لم تلتزم بإيصال حصة المحافظة كاملة فيما بيّنت أنها سجلت اعتراضها لدى حكومة بغداد للنظر بالمشكلة في وقت انتقدت فيه تزويد محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار بكميات كبيرة رغم نزوح سكانها بضمنهم أربعمائة ألف شخص في كربلاء وليش يصير إطفاء كل عشر دقائق كل ربع ساعة يقول لك نحن متحمل نريد نعرف الشبكات المحاولات قدرتها لنينوى ألف وستة وعشرين ربك لنينوى ألف وستة وعشرين مثلا عندنا صلاح الدين صلاح الدين ستمية واثمانة واربعين الرمادي ستمية وخمسين نعرف أنه كلها دواعش وأهلها مراجعين زينا نحن عندنا أربعمائة ألف نازح نقطع الحص عليهم الكربلائيون وبعد التحضيرات مع تنسيقية كربلاء هددوا باللجوء إلى تظاهرات كبيرة تخرجوا باتجاه محطات توليد الطاقة وقد تجروا إلى إطفائها في حال عدم حل أزمة الكهرباء قامت تظاهرات كبيرة وقد تصل إلى إغلاق محطة الكهرباء في كربلاء من جهة ثانية نطالب مجلس محافظة كربلاء بإكمال الخط الرابط لأول مرة تشهد كربلاء توافقا بين المتظاهرين ومجلس المحافظة الذي هدد وزارة الكهرباء بإعطاء الموافقات إلى الجماهير بالتظاهر والاعتصام داخل محطات الطاقة الأمر الذي يؤدي إلى احتمالية إطفائها وهذا ما يؤثر بشكل سلبي على منظومة الطاقة الوطنية بشكل عام من كربلاء ميثم الجناحي الحرة تعاني ناحية الإبدار الشرقية الديوانية من أزمة مياه خانقة بسبب جفاف الجداول والأنهار التي تغذي هذه المنطقة بالمياه مسؤولون ناحية حذروا من كارثة إنسانية متهمين الجهات المعنية بالتقصير وعدم الاستماع لشكواهم المتكررة بسبب شحة المياه التي دفعت تكان هذه القرى لنزوح منها تقرير ميثم الشباني أزمة مياه خانقة تمر بها الكثير من القرى والأرياف في ناحية آلب دير شرق الديوانية هذه الجداول والأنهار الجافة التي تظهر في هذه الصور تعكس حجم الجفاف الذي انعكس سلبا على شحة مياه الشرب والسقي وحياة المواشي سكان هذه المناطق أطلقوا نداءات إغاثة للحكومة عبر الحرة المسؤولون في ناحية آلب دير اتهم الجهات المعنية بالتقصير وعدم الاستماع لشكواهم المتكررة بسبب شحة المياه التي دفعت سكان هذه القرى للنزوح وترك منازلهم محذرين من كارثة إنسانية لاحظنا خلال الفترة الماضية وللأسف الشديد عدم وجود جدية من قبل الدوائر المعنية المتمثلة بمديرية الموارد المائية في الديوانية أو وزارة الموارد المائية لمعالجة هذه الشحة نخاطب ونرحب